كلمتك عن زميلاتها في نفس الفترة يعني مثلا كان مثلا يعني شادية مثلا بصت بقى هي كان فيه إشاعات كتيرة حكيتلي عن شادية بصت أنا هحكيلك إحنا كنا في البيت عندها كويس فأنت تخيل هي قاعدة كده وأنا قاعدة كده وهنا كان فيه فرندا اللي هي بتبصت عن نيل فهي كانت بتحب شادية جدا وكانت بتحترم عزلتها واخد بالي بس كانت طلعت إشاعات كتيرة بعلاقة شادية ببليغ حمدي لأنه لحن لها أغاني كتيرة فكانوا بيقولوا إيه إش معنى بليغ تعرف بليغ بقى ده كان يعني ده كان معشوق معشوق الكل وكل عايز ياخد منه ألحان فبتقول لي كان بليغ بقى قاعد كده زي ما أنت قاعد وكان فيه غنوة في الراديا في الراديو أنا أسفى اسمها وخايفة تلاقي وردة تحلوة في عينيك وكانت وردة ماشية لراحها البلك هنا فعم بتقول لي عملتها بشغل ردح الستات وقلت لها لأ لأ الوردة يا أختي تقول لي الموقف ده خلى بليغ يقع على روحه من الضحك وحكى للناس كلها قالت لي بس شدي إنسانة عظيمة وكويسة حكاياتها مع عبد الحليم حافظ هي على فكرة هي كانت بتقول لي أن هي وفايزة مش ما كانوش بيحبه بعض فايزة أحمد قالت لي كان على طول فيه خلاف وصراع بيني وبين فايزة ما كناش نحب بعض علاقتها مع عبد الحليم هي فكرة له موقف لما حصل إن بليغ حمدي كتب كتابه عليها في المرة التانية فكانوا صهرانين بقى في البيت فعبد الحليم غنى فعبد الحليم غنى وقال إيه وابتدى المشوار وآية خوفي من آخر المشوار فهي زعلة قوي إنه بيفول عليها بعد كده قالت لي عبد الحليم أنت كان عندك رؤية وكنت شايف إن احنا حنتطلق